سلام عليكم مرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وخطير جدا وهو موضوع انعاش القلب الرئوي للاطفال لان لو طفل لا قدر الله بلع جسم غريب ممكن يحصل وفاة في وقت قليل جدا وبيبقى مطلوب مننا ان احنا ناخد قرار سريع وبهدوء وبحكمة لازم نعرف في البداية ان الانعاش القلبي الرأة والاطفال بنتبع في نفس اساليب انعاش القلب والرأتين المتبعة مع البالعين باستثناء بعض الفروق الا وهي ان احنا لابد نضع في الاعتبار ان اهم اسباب توقف التنفس وبعد كده توقف القلب لقدر الله عند الاطفال ان ما كانش من البداية معروف ان الطفل مريض بمرض من امراض القلب بيكون غالبا انسداد المجرى الهوائي بجسم غريب بنضور على اي شيء ممكن يكون في الفم وما نهملش الاحتمال ده ونحاول نخرج اي جسم غريب من خلال الخدخضة يعني الضرب على ظهر الطفل او الرضيع زي ما هو باين عند حضراتكو في الصورة لازم بسرعة ناخد قرار الانعاش القلبي الرائوي ان كان الامر بيستدعيه وما نتأخرش فيه لابد نطلب المساعدة من اللحظة الاولى واثناء ما بتجري الاتصال التليفوني مع الاسعاف ما تتوقفش عن الانعاش القلبي الرائوي وعرفهم ان انت بتجريه اثناء اتصالك معهم ادي البيانات المطلوبة الاسعاف بسرعة ولكن بهدوق وبدون انفعال عشان ما تضيعش وقت بزيادة اوصف لهم المكان وعمر الطفل والوضع اللي بيعانيه الوقتي بضقة وبهدوق استخدم ايد واحدة فقط للضغط على صدر الطفل الاكبر من سنتين والحد اتناشر سنة في حالات انعاش القلب وبنستخدم اصبعين فقط للضغط على صدر الطفل الرضيع اللي لسه مورود والحد عمر سنتين ده في حالة لو بنعمل انعاش للقلب ويكون الضغط في منتصف الصدر بين الحلمتين المفروض ان احنا بنعمل التنفس الصناعي بنفخات اقل شدة واقل مدة لما بنجي نحاول انعاش رأتي طفل ما بنعملوش زي كبير طبعا بيكون فم المسعف موضوع فوق انف وفم الطفل والرضيع مش الفم بس عشان المسافة بينهم بتكون صغيرة بنضغط على صدر الطفل بواقع تلاتين ضغطة مقابل نفختين من التنفس الصناعي ان كان المسعف الواحد وخمستاشر ضغطة مقابل نفختين ان كان في اتنين مسعفين بيكون متوسط مجموعة ضغطات القلب حوالي مت ضغطة في الدقيقة اطلب المساعدة الطبية بدري ويبحث عن سبب توقف الرأتين لدى الطفل زي وجود جسم غريب في المجرى التنفسي للطفل على سبيل المثال لان الاطفال عادة ما بيعانوش من امراض القلب. اتمنى المعلومة البسيطة دي يكون فائدة حضراتكم. شكرا لحضراتكم واللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.